ومن المحال التجارية إلى الأسواق العشوائية النهاردة هنتكلم عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية اللي بيعد واحد بالفعل من أهم المشروعات اللي بتعملها الدولة وشغال عليها عشان نستعيد المشهد الحضاري لكافة محافظات الجمهورية وعلشان نضمن بالفعل حياة كريمة للمواطن وعلشان أيضا نرفع جودة وكفاءة الخدمات بالإضافة أن احنا نتحول لأسواق معروفة متكاملة بتزيد من العائد الاقتصادي بتزيد من الاستثمار بتعظم من موارد المحافظات النهاردة خلينا نشوف هذا الأمر خلينا نعرف ما هي أهم الأسواق العشوائية اللي الدولة اشتغلت عليها وبالفعل نقلتها لمناطق تانية وإدرت أن هي تفتح طرق وإدرت أن هي ترفع كفاءة هذا الأمر خلينا نقرأ الدولة عملت إيه في هذا الملف ونتعرف عليه بالتفاصيل بفنا النهاردة في السوديو الدكتور صمري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السبق هيكلمنا عن هذا الملف بالتحديد صباح الخير يا فندم يا أهلا وسهلا أهلا بحضرتك يا فندم إحنا يعني الأسواق الشعبية في مصر ربما نعرف مثلا سوق التونسي تم تطويره سوق العاشر في مدينة مصر كانت أسواق بالفعل بتعيق حركة المرور والدولة أمت وخداهم ونقلاهم في حتة وعملت لهم بالفعل إيه بكان حضاري في دورة مياه في إنارة بدل ما كان النور بيتسرق في كهرباء في حتة تركن فيها تطلع فيها بشكل حضاري وآمن وما تبقاش قلقان على الأقل كلمنا عن أهم المشروعات اللي تمت وإيه اللي نقصنا في هذا الملف طيب هو إحنا بس الأول نقول إنه الدولة بالفعل بتشتغل في خطوط متوازية على كل الملفات اللي كنا بنعاني منها على مدى سنوات طويلة والملفات دي ما بناخدش ملف ونسيب ملف تمام بدليل إنه تم حصر الأسواء الشعبية والعشوائية في مصر كلها وصلنا إلى 1792 سوق ده كامل الجمهورية في كامل الجمهورية 1792 وفي قول آخر 1935 يعني حوالي ألف سوق حوالي ألف سوق أقل من ألف تمام الأسواء دي في منهم 618 سوق رسمي يعني إيه يعني دي الأماكن المحددة من قبل الإدارة المحلية من قبل المحافظات والأحياء والمدن عشان تبقى سوق الباقي اللي هم 1105 وليد اللحظة أسواء عشوائية يعني كل مجموعة بيعين واحد يجي يقف فيجيب قريبه أو يجيب صاحبه أو يقف جنبه وبقى سوق بعد فترة بقى سوق طيب السوق ده بيعمل إيه أولا بيعيق حركة المرور بتستغل الميا والكهرباء بشكل غير مش عايزة أقول سرقة لكن بشكل غير موضوع يعني واضح رسمي ثلاثة حضرتك ما تعرفش أنت بتشتري من مين لأنه بكرة مش حيكون موجود لأنه بيتجول اسمه بائع متجول لا في فتورة ولا في فتورة ولا فتورة ولا حتى جودة وممكن قوي غشك في السلعة اللي بيبحالك أو في الخدمة اللي بيأدهالك ومتدارش يعمل له حاجة طيب غير حركة المرور وغير الغش وغير كده أنت غير آمن في تعاملك مع واحد أنت مش عارف هو مين هل هو لو سوابق هل هو مهاجر هل هو جاي من الصعيد جاي من الفلاحين ما أنتش عارف وبالتالي أمانك الشخصي وأمان أسرتك اللي راح تشتري حرمك أو أولادك أنت مش ضمنه من هنا كان التطوير أو خطة التطوير اللي بتتكلف 44 مليار جنيه وخطة التطوير دي مرتبطة أيضا بمشروع أو مبادرة حياة كريمة وده الجمال اللي فيها لأنه في الأسواق العشوائية في القرى ومع أكسرها القرى دي مرتبطة بعملية تطوير شامل للريف المصري اسمها مبادرة حياة كريمة على ثلاث مراحل وإنت بتطور القرى لو فيها سوق بتطوره ضمن ما دخل في التطوير يعني أنت بتطور بنية تحتية صحيح وبتعتبر السوق ده من البلد تحتية اللي في القرى ما بتطوره بتطوره بتعمل باكيات بتعمل زي ما حضرتك قلت صور لو متاح بتعمل أماكن فاركينج أيها انتظار في المدن طبعا مش في الريف للعربيات بتعمل نقطة شرطة لو تحتاج بتعمل مكتب للسجل التجاري لو تحتاج بتعمل نقطة مطافي لو في مشكلة شرطة مطافي لو السوق ضخم أو قريب منها شرطة مطافي نقطة مطافي كل ده بتضمن به سلامة اللي بيبيع وسلامة اللي بيشتري بتضمن به أنه يبقى فيه رقابة على السوق رقابة صحية عشان بس محدش رقابة على الغذاء اللي يقدم رقابة على السلع اللي بتقدم طبعا احنا كنا الأول بنشوف السوق ده حاجة غير قدمية بالمرة يعني لو حد دخل السوق شايف فعلا في الأرض مجاري الناس عادة على الأرض بيبيعوا الخضار والفكهة محطوطة كمان على الأرض في الصين يعني كنا نشوف المنظر ده حركت بعت ازاي مشروع مدين محطة مصر يعني وما يضمنوا من تحويل إحدى الأسواق الكبيرة بمحافظة اسكندرية لسوق تجاري أولا أنا اسكندراني في الأساس أحسن وقدت نص عمري في اسكندرية ونص عمري في القاهرة دي كانت صبة في جبين مصر كلها مدان محطة مصر ده مدان تاريخي والمحطة بقالها مئة سنة دي المحطة دي أقدم رابع محطة قطار في العالم بعد إنجلترا احنا تاني خطوط دخلت في مصر بعد إنجلترا المحطة كانت هي والقاهرة أقدم اتنين على مستوى الدنيا فتخيالي حضرتك الجمال والبهاء اختفى مش بس في الفوضى اللي في المدان وفي البعاء الجائلين اللي احتلوا شوارع كاملة في المدان ده فيه مستشفى هناك اسمها أحمد مهر المستشفى دي ما تعرفيش تدخليها من كتر البعاء من البعاء اللي حواليها شمال ويمين وما تعرفيش عربية إسعاف تدخل مريض يدخل إلى جانب بقى عامل مع المواطنين لبداي تحول إلى شكل حضاري تقدري لو لقدر الله في حريقة عربية المطافي تدخل لو في إسعاف عربية الإسعاف تدخل لو في كهرباء مسروقة ليل ونهار حضرتك في البيت متقدرش ما تدفعش الفاتورة صحيح أنت على مدى 24 ساعة كل البيعين دول وقدين كهرباء بطريقة أو بأخر زي ما حضيك قلت المجاري طفحة الميا اللي بيستخدموها في غسل القدار والمرمية في الأرض التعامل مع المواطن كل ده طب هو المواطن ده اللي بيتعامل معي وحش حيتغير بعد السوق لما يتنظم آه حيتغير هو نفس الشر يبقى مجبور أن نتعامل معك بطريقة كويسة لأن كل اللي حوالي المحيط اللي حوالي بيكبروا على ده البيئة اللي حوالي هتكبروا على أنه يتعامل بطريقة أفضل وعندك محل خلاص معلوم وعندك باكية يعني أنت تعرض مكانك وليها رقم على فتح وحتبقى صبر الجندي الباكية بتاعته رقم كذا ولان الباكية بتاعته رقم كذا ومن هنا أنا بضمن مش بس أمان اللي بيشتري وأمان اللي بيبيع لا بضمن كمان أن السلع تبقى under control تحت الرقابة عشان ما تبقى السلع مخشوشة أو سلع بيزة وبعدين راح أقوله أقول لي هو أنت خدها كده كان في مشكلة برضو كبيرة جدا في مدية نصر سوء الحال عاشر كان يعني هو يعني عقبة كده قبل الطريق الدائري ما كانش فيه عربية تعرف تعديل إن كل بيعين جم السعيد ومن المحافظات ومحتل واحد في اتنين في ثلاثة فرمان ما بقاش في طريق إحنا بنتكلم على سوق كمان السيارات وسوق السيارات تخيل حتة دي كانت جحيم النهاردة شوفه عاملة إزاي سوق السيارات لما طلع برة بقى سوق حضاري على فكرة في الجيزة أيضا بيتعمل سوق سيارات بمنتقى الحضارية يعني محلات نقطة مرور نقطة ترخيص شهر عقاري شهر عقاري عشان نقل الملكية محلات تقدم أكل وشرب المتراضيين على السوق دورات مياه محترمة حاجات كتيرة جدا أنت بتتكلم في نقلة حضارية وسوق التونس يشوف اللي تعمل فيه كذا حريقة فاكر الحرايق طبعا حرايق كل يوم كانت حريقة كل يوم جمعة تحديدا كل يوم جمعة الآن لما نقل أولا بقى سوقين من السوق بقى سوق للموباليا وسوق للمنتجات الأخرى وبالتالي أنت مش نظمت بس لأ ده أنت نظمت واحترمت أدمية البائع قبل أدمية المشترك كليته يبقى واقف في مكان عنده سقف عنده سقف عنده سقف عنده باب لو نبطرت الدنيا بدعت وراحت في ده لا وغير كده كمان أنت بتعامل المواطن بما هو جدير به بالمواطنة يعني هو من حقه يبقى مواطن لازم يكون مواطن متعامل معاك بأدب وأخلاق وفي رابط بينك وبينه وهو أنكم مواطنين زي بعض ما ينفعش أنا أبيعلك بالعافية أو أبيعلك بضاعة مخشوشة أو أقولك هو كده لازم يقف تعامل حضاري طيب دايماً إحنا هنا بنتكلم عن ريادة الأعمال وإزاي القطاع الخاص يبقى نعظم الاستفادة منه وهو كمان يبقى بيستفيد إزاي القطاع الخاص يستفيد من إدارة أو الشراكة في إدارة مثل هذه الأسواق لو نقول نحولها الأسواق من أسواق شعبية نقول عليها أسواق حضارية منظمة أسواق منظمة منظمة حضارية أي حد هيبقى من الشباب هي ريادة الأعمال خاصة بالشباب يعني أنت يعني أنا وأنا مستشار وزير التعليم العالي عملنا 24 وحدة جوى الجماعات المصرية لريادة الأعمال لأنه لم يعد الآن الشاب اللي مفيش تعيين في الدولة خلاص ليه طلع يقعد على قهوة ومستني يشتغل إيه ففي ريادة الأعمال تستطيعي أن تصبحي صاحبة مشروع بالضبط هل في مثلا أفكار أنه مثلا لو فيه زي المعمولة للسوبر ماركت أو المحلة التجارية للسوبر ماركت حاجة بأرخص سارة أرخص شوية هل فيه أفكار تقدمت مش بس ريادة العمل القطاع الخاص الشركات الموجودة بالفعل هل هم فيه أفكار تقدمت أن هم حابين يشاركوا في إدارة الأسواق دي لا مش إدارة الأسواق أنهم يبقوا موجودين في الأسواق يعني اللي عايز عنده بكية يعمل فيها مشروعه يعني واحد شاب عنده مثلا عربيت أكل وناجح عايز ينقل المكان ده يروح في سوق بحيث أنه حيضمن رواده حيضمن زبينه فيقول أنا عايز أخد بكية متاح له ده الشباب مشتركين مع بعض مثلا بيقدموا بيزرعوا ورد وبيبيعوا ورد وبيبيعوا ظهور وعايزين يبقوا موجودين في السوق عارفة تنويع البضائع أو السلع أو الخدمات التي تقدم في هذه الأسواق الحضرية أو المنظمة هدف في حد ذاته أنك تدخلي صناعات جديدة أنك تدخلي سلع جديدة ما تكتفيش مثلا بالخضار والفاكهة والملابس لأ لما يبقى عندك محل بيع زهور لما يبقى عندك محل يقدم خدمة مثلا تصليح موبايل أو بيع حاجات كده متعلقة بإكسسورات الموبايل أنه يبقى عندك شباب بيقدم أكل بطريقة محتربة بطريقة صحية ضمنها كل ده أنت بتشجعي الشباب بتاخدي خدمات جديدة بتقدمي لمرتادي السوق خدمات جديدة طب ربما إحنا شفنا سوق التونسي سوق العشر أسواق جتير جدا سوق محاطة مصر إيه اللي جاي عندنا إيه اللي تعتبر عقبات بالفعل أمام الدولة بتحشد لحركة المرور بيبقى فيها يعني اعتداء على الكهرباء والميا بشكل غير قانوني والدولة فعلا في الفترة الجاية إن شاء الله بتنظم أنها تنقل شوف حضرتك إحنا عندنا رئيس إذا قال فعل ناي وبالتالي لما بيقول إنه ده لازم يتطور بيتطور بيحصل تمام يعني أنا حقول لحضرتك إحنا وإحنا بسكندرية من كم يوم قريب يعني في بشار الخير الرئيس بعد المشروع ما انتهى أعلن أو أبدى رغبة أو إدى تعليمات سميها زي ما سميها حضرتك إنه لازم يكون فيه صندوق لصيانة هذه المنشآت اللي إحنا ممكن نفرد فيها فاكر حضرتك ده تمام هذا الصندوق حيتحط فيه الفلوس اللي بيتفعها الناس فلو إحنا عايزين نحافظ على هذه الأسواق نعمل الفكرة دي ناخد الإيجار اللي بتقول عليه الهانب إنه ممكن يبقى عبقى على الباقي هو مش عبقى على حاجة ناخده منه ونحطه في صندوق نعمل بيه صيانة لهذه الأسواق نعمل بيه تطوير لهذه الأسواق ندفع منه الكهرباء اللي حتتحملها هذه الأسواق وبالتالي ما نحملش الدولة أعباء جديدة وكمان نخلي الباقي ده أو المرتاد اللي هذه الأسواق يعلم إن اللي بيدفعه راجع له في صورة خدمات جديدة لكن خليني أقول لحضرتك إنه لما أنا قلت لك كنا نتكلم قبل الهوى إنه يمكن 200-300 جنيه دول يكونوا رقم على الباعة لكن ده كنت أنا لسه معرفش إنه الدولة موفرة لهم بكية يعودوا فيها موفرة لهم دورات ما يبقوا موجودين مياه كهرباء كل حاجة حياتة ليق فعلا بمواطن مصري بيبيع لمواطن تاني حاجة تتاكل وتتشرب أو يستخدمها ده للمفروض يحصل وده بصراحة يعني خطوة ستباقية من الدولة المصرية أن هم يحفظوا على يعني السلع اللي بتتقدم للمواطن المصري وإنه المواطن يبقى بيستهلك السلع دي هو مرضي زي ما حديك قلت ما بقاش بيروح مرة تانية الأسوادي يقول حاجة مضايقاني يقوله والله هو انت خدتها كده على كل حال حضركنا ورتنا النهاردة شكرك يا فاني يعني مشروع في غاية الأهمية كل الشكر لك الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق شكرا أنا سعيد بوجودي معك شكرا نحن أسعى بفند